ولذلك أنا عند حسن ظن كبير جدا بأن الله سينصر أهل غزة أنا عندي حسن ظن بالله عز وجل وأهل غزة جميعا الصابرون المحتسبون في غزة حاليا عندهم حسن ظن بالله بأن الله سينصرهم سبحانه وتعالى وأنا ليس عندي مقدار يعني مقدار ضعيف جدا من سوء الظن بل عندي حسن ظن وثقة في الله عز وجل بأن الله سينصرهم نصرا كبيرا معززا مكرما بإذن الله عز وجل وسيرفع الله راية الإسلام سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام ما زلنا مع الأنبياء لأنهم القدوة لابد أن نقتدي بهم وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم إنه الرسول إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في حسن الظن بالله درسا لا ننساه أبدا حينما خرج من بيته مهاجرا إلى المدينة أيها الأحباب الكرام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبيت في غار في مكة ثلاثة أيام وصاروا على أثر رسول الله صلى الله وصحبه أبي بكر الصدق رضي الله عنه وارضاه إلى أن وصلوا إلى الغار وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا لو واحد من المشركين بس تحت رجله هيشوفنا على طول لأن الغار مثل ما بيجي في الأفلام كده من العرض لا ده هو تحت الأرض والشمس ضرب فيه في اللي تحت باين تماما أيها الأحباب الكرام لكن شوف بقى حسن ظن الرسول بالله عز وجل لما قال له أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم عفوا أيها الأحباب لو نظر أحدهم تحت رجليه لرآنا لو حد بس تحت رجله بس هيشوفنا فقال ما ظنك قال رسول الله شوف بقى حسن ظن بقى قال ما ظنك باثنين ثالث هما الله عز وجل انت ما برك باثنين تلتهم ربنا يا أبو بكر حسن ظن رسول الله بالله سبحانه وتعالى فأنجاهما الله سبحانه وتعالى وهاجر إلى المدينة رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك عليه بدون مساس من المشركين أيها الأحباب رغم أنهم وضعوا مئة ناقة لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا ومع ذلك وصل إلى مدينة رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم سالما غانما بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى هكذا يا أيها الأحباب والكرام هذا هو حسن الظن ربنا له أروع الأمثال من الأنبياء تعالوا لنتحدث عن مواطن حسن الظن بالله عز وجل مواطن حسن الظن بالله أول مواطن من مواطن حسن الظن بالله عند الدعاء يعني إمتى الواحد يحسن ظنه بالله عند الدعاء أول حاجة عند الدعاء يجب عند الدعاء وأنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون عندك حسن ظن بالاستجابة أن ربنا هيستجب لك سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني ما تيجي تدعي ربنا خلى عندك يقين بأن ربنا هيستجب لك يبقى أول مواطن من مواطن حسن الظن بالله عند الدعاء لذلك يقول عمر رضي الله عنه وارضاه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء اللحظة اللي يكون عندي حسن ظن بالله بيها سبحانه وتعالى اللحظة اللي يكون عندي خشوع وتدبر لله عند الدعاء هو ده أهم شيء قبل الدعاء يا أيها الأحباب والكرام ولذلك سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ ناد ربه أني مسني يضره وأنت أرحم الرحيم فاستجبنا له الله أكبر كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى رغم أن المرض تمكن منه والمرض باله سنين طويلة عريضة معها ومع ذلك يدعو الله بيقين يدعو الله بحسن ظن بأن الله سيستجيب له فاستجاب الله له سبحانه وتعالى يبا عند الدعاء ولذلك ثف الدعاء لأهل غزة إياك أن تنسى إخوانك فنحن أخوة في الدين هو أخوك في الدين أردت أم لم ترد هو أخوك في الدين وقال تعالى أنما المؤمنون إخوة فهذا أخوك في الدين يجب عليك في محنته أن تدعو الله عز وجل تسولوا لو أن تلك المليارات من المسلمين دعوا الله بإخلاص سبحانه وتعالى وبحسن ظن فماذا ستكون الإجابة بإذن الله استجابة لهم لدعائهم أيها الأحباب الكرام ادعوا الله وأنتم ممكنون بالإجابة بأن النصر قريب وأن النصر آت إلى محالة أيها الأحباب الكرام أيها الأحباب الكرام يبقى أول موطن من مواطن حصن الظن بالله الدعاء تاني موطن عند التوبة ما ينفعش التوب من غير ما يكون عندك حصن الظن بالله عز وجل ولذلك معظم الناس بيسأل يقول لك أنا عملت سنوب يا عم الشيخ بس مش عارف ربنا استجاب لي ولا لا ربنا غفر لي ولا لا ربنا هيرحمني ولا لا لا ما تقولش كده ده أنت يكون عندك يقين بالله أن ربنا تقبل منك تقبل منك توبتك واستخفارك لله عز وجل وأن الله غفور الرحيم وأن الله قد غفر لك عند التوبة يكون عندك حصن ظن بالله ولذلك قال تعالى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الموطن الثالث عند الموت يبقى الواحد يكون عنده حصن ظن بالله عند الموت ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ربانا صلى الله عليه وسلم لازم عند الموت يكون عندك حصن ظن بالله إنه هيدخلك الجنة ويخفر لك ذنوبك لو رحت له كده يبقى أنت من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر